احنا عارفين كمان الحقيقة انه من ضمن القلق اللي كان بينتبه على بلدها انه طلبت من الكاتب بست محمد حسنين هيكل قبل النكسة او قبل الهزيمة ان هي تقابل وزير الدفاع في الوقت ده واللي كان طبعا وقتها المشير عبدالحكيم عامر وبالفعل قابلته علشان بس تتطمن على بلدها بالضبط دي كانت بالنسبة لي رواية الام في الكتاب كل دي كانت بالنسبة لك الحكاية كلها بالضبط هي مدخل كل الكتاب لانه كان فيه في مصر عتها تعبئة عامة خاصة في كل حاجة سواء عسكرية او حتى فنية فكان فيه رغبة عند ام كلسوم انها تعرف المنقف العسكري رايح فين وانحنا ايه منقفنا بالضبط وهل احنا مستعدين او لا للمعركة لان كان فيه يعني شب توقع للمعركة من قبلها بفترة فهي شافت مقال مكتوب كاتبوا هيكل في الاهرام يبدو انهم معجبهاش يعني حاس انه فيه يعني تصدير احباط شوية للمصريين في لحظة ما يعني حاسمة وقاطعة يعني فراحة زارت هيكل في مكتوبه في الاهرام وهي هناك جاء تلفون لهكل من المشير عامر فقالت له بلغوا ان انا عايزة قابله فالمشير عامر يعني قال خلاص تمام بكرة الصبح تعالوا عندي في كبر القبة ونتقابل في القادة العامة وفعلا راحوا المشير عامر قابلهم هيكل وامكلسون وقعدت تناقشه في تفاصيل يعني صغيرة جدا في الموقف العسكري وإحنا ايه موقفنا وإحنا حنروح فين وهل احنا يعني في احسن وضعه لا وطبعا المشير عامر يعني طمنها بشكل كبير جدا فلان محاصد بقى لهزينة بعدها بقى أيام كان مقدار اليأس ومقدار بقى الإحباط كان عظيم وبالتالي كان قرار الموض الحربي قرار فيه طاقة كبيرة لأنها حاسة أن هي يعني دورها دلوقتي بقى مش بس تطمن هي بس كمان محتاجة تصدر للناس تعيد تاني الروح المعنوية للمصريين وبرضو تتجمع يعني فلوس لأن هي برضو كانت مدركة أن هي شخصية مش قليلة هي أهم مطربة عربية كانت عارفة أمكانياتها وعارفة أهميتها وعارفة تأثيرها على الشعب المصري والعربي مش بس المصري وخليني أقولك كمان أنه هي نجحت جدا في أن هي تحول الألم والحزن اللي كان عندها زي كل المصريين لطاقة إيجابية وقوة تقف بيها قدام الدنيا كلها بصوتها وبحشودها وبغناها وبالفلوس يعني في تفاصيل كتيرة جدا هنتكلم فيها إزاي عرفة تعمل ده ولما كنت بتدرس شخصيتها لقيت عندها إيه خلاها تعرف تعمل ده هي فلاحة مصرية تماما يعني هي حتى بتحكي أن هي بعد الهزينة بأيام هي عندها في البيت فيه بدروم خاص ببروفاتة في نزلت البدروم وقعدت فيه حوالي أسبوعين ربطها رأسها بمنديل وقعدها مش بيتقابل حد خالص بتفكر يعني هي كأي ستة مصرية عندها لحظة ألم حبت تكون مع نفسها تماما وخلات القارن هي دلوقتي لحظة يعني دي لحظة ما ينفعش فيها إطلاقا اليأس يعني زي عبدالناصر اتناحى ورجع تاني بعد تناحي فهيشافة أن ده لحظة بالنسبة لها لازم يكون لها بردو دور زي عبدالناصر وأنه إن هي الشعب العربي عطاها بحبة صاحقة يعني على مدار العقود يعني فرد الجميل مش هيكون أبدا باليأس هيكون بالجهد والعمل ومحاولة حتى إن هي تعيد للناس تاني السقة والروح الحياة العادية السقة والأمل والحب والامتنان وكل الأحسيس اللي كانت بتديها لهم بالضبط كمان هي كان عندها قدر لك إنه هي لها سلطة شعبية أو يعني روحية على الشبه العربية يعني مش بس محبوبة في مصر هي يعني هي شبه هي الرمز العربي الوحيد اللي جمع عليه كل العرب فهي قادرة على إن هي كمان تكون عندها تواصل مع الشعب العربية اللي عندها مشكلة مع عصر عبدالناصر أو حتى موقف سياسي مع عبدالناصر فقدرة على حتى المصالحة السياسية وده حصل مع توطيف الأوضاع بالضبط كمان وده كان مناسب جدا للفترة دي في الوقت ده وكان مهم جدا طبعا طبعا طبعا